كده البطوة كمان حطت لهم مية بصراحة يعني آآ علشان طبعا يستحموا كده في الشمس ديت. بحب جدا ان انا احط مية بزيادة للبط علشان طبعا العهو حبيب استحمه. هنا طبعا بس الاسف المقطع في البداية ما كانتش تم كله. هنا كان الكوزب اللي انا كنت جايبان بارح اللي انا كنت منزله اللي انا كنت منزله في الفيديو زي ما انتم شايفين. هنا طبعا ده هرس البطاطة. ازاي هرس البطاطة يعني كان كوز بطاطة كده مسلوقين. بس مش سليء اللي هو اللي هو يبقى مهر خالص لأ يعني انا عاوزاه ما يكونش مهر عاوزاه كده يكون اي يعني يعني يبقى عفيته شوية نص سليء يعني. بتبدأ بدل انت تقطعي كده زي ما انتم شايفين وحطت عليه كيلو من الكوزب دوت. عاوز اقول لكم جميل جدا جدا يعني ما شاء الله الفراخ اكلت وشبعت والبطة اكل وشبعة حاجة كده جميلة ما شاء الله. طبعا النهار ده اول استعمال ليه او تاني يوم استعمال ليه ونزلته لكم بارح علشان اللي حابب ان هو آآ يشتري منه او يستعمل منه. هنا بقى زي ما انتم شايفين كنت اسا مخرجة البط بتاعها هوت ما شاء الله ربنا يبقى طبعا كل البط خارج على المية. آآ زي ما انتم شايفين كده طبعا يعني كده حاجة جميلة ما شاء الله. طبعا بقى بالتوفير بقى يعني بص يعني انت مسلا عاوزة ربي لك مسلا بطتين عاوزة ربي لك فرختين ربي مفيش اي مشكلة. بس الكميات قليلة زي ما قلنا قبل كده بلاش الكميات الكتيرة علشان تقدر ان انت تصرف عليهم في الوقت اللي احنا طبعا في الوقت اللي احنا فيه دوت ان طبعا الله المستعان الحاجة كلها غالية. والحاجة كلها كلها نار. فيعني الله المستعان. طبعا احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا برضو نوفر في اكل الطيور بتاعتنا ونجيب حاجات تكون قليلة في السعر. وحاجات طبعا على الاستهلاك بتاعنا. طبعا زي ما انتم شايفين انا برضو خفيت جدا في البط يعني ما عادش فيه كتير. اه بدأت ان انا طبعا زي ما قلت لكم بارح ان انا بدأت كمان ان انا ادبح النوتي اللي هي اللي خلاص يعني اه اللي تقلت في بازنة بقدرت ان انا اجيبها واتبحها ان طبعا انا عندي اه كم نتاية كده اللي انا بيرقوده عندي. طبعا زي ما انتم شايفين كده حاجة جميلة ما شاء الله. طبعا هنا البط كان كله طالع وكان جعان. لو لوحزته هتلاقيه طبعا كان كله كان جعان. طبعا انا ببيت البط عندي من غير اكل. يعني بالليل. اه البط عندي كله وحتى الفراغ من بباد من غير اكل. مش محطوه ما بحطوه لهمش اكل اللي هي مرة واحدة الصبح. ومرة التانية اه بتبقى بعد العصر او ساعة المغرب. وبعد كده طبعا بحبس كله تاني في قلب الاماكن بتاعتهم علشان طبعا ما فيش حاجة منهم تروحوا كده. عاوز اقولوكم كمان ان اه طيب ازاي ان احنا هنوفر في الاستهلاكات بتاعة العلف. يعني لو انت تقدري ان انت تشتري الكوزب هاتي منه اه طبعا الدورة دلوقتي بخمستاشر جنيه ولسه برضو السعر هيزيد معانا. فاحناش عارفين برضو لسه لغاية امتى? اه الكوزب اللي هو الستاشر دوت اه بستاشر جنيه تقريبا. اللي الاربعتاشر باحداشر جنيه. تمام? ده انا اللي انا جايبها دوت اللي هو الاربعتاشر. هو جميل بصراحة. يعني انت لو عندك مسلا شوية فراخ او شوية بط. اه من عمر مسلا اسبوعين وانت طالع لحد طالس شهور تقدر ان انت تأكل اللي انا جايبها دوت اللي هو الاربعتاشر. بس في ناس كتيرة جدا يعني بصراحة كلمتني وقالتلي ان هم جابوه واستعملول البط الكبير ما شاء الله. اه رمع معهم وزن. يعني هو مادم كده خلاص ما فيش اي مشكلة. انا طبعا جبته بس لازم ان انت تضيفي بقى معا اي حاجات تانية طبعا عشان نسبة البروتين بتاعته يعني تعوضيها من اي حاجة تانية. طبعا اه برضو البرسيم برضو بحاول ان انا بقى التعلوم برسيم. عاوز اوليكم برسيم غلاكات. الاول الشدة بجنيه دلوقتي بجنوه نص. يعني انا النهاردة جايبت تلات شدات بخمسة جنيه. كنت الاول بجيب الخمسة بخمسة جنيه. دلل النهاردة جايبت تلاتة بخمسة جنيه. واحدة بجنوه نص. طبعا الله المستعم طبعا في اكل الطيور بتاعتنا احنا بنحاول بقدر الامكان بس ان احنا آآ نعد الفترة دي كده على خير علشان طبعا اللي عنده طيور ما يخسرهاش وما تروحش منه على الفاضي. بس اللي اكتر هو رئال فاحنا بنحاول كزا ما انتم شايفين ان احنا طبعا آآ نوفر في التكلفة وكمان في نفس الوقت في الاستهلاك بتاع الاعلاف طبعا ما عادش في حد دلوقتي بيستعمل الاعلاف كتير جدا 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 كل حتى لو عنده شكارة دلوقتي بيحاول يحافز عليها اكتر وقت مستطاع يعني اكتر وقت مستطاع ان هو مسلا يخلىها عنده شوية. طبعا عاوز اقول لكم ان انا الاول كنت باجيب الشكارة اه كانت مبتعدش عندي تلات ايام. كل تلات ايام كنت باجيبلهم شكارة. فطبعا دلوقتي معانتش اقدر ان انا كل تلات ايام او راح اجيب ليشكارة اه بالف جنيه. وطبعا دلوقتي يعني هيبقى الوضع صعب جدا جدا جدا. فطبعا الكل اللي عنده طيور دلوقتي يحاول بقدر الامكان انه هو يخف منها او ان هو طبعا يقلل الاستهلاك بتاع الاكل بتاعهم بس طبعا عاوز اقول لكم ما ننساش بلاش ان احنا ننسى التغذية طبعا هتحط لهم بداية للاعلاف بس لازم تحط لهم حاجات فيها تغذية بحيس البط برضو ما ينزلش معاك في الوزن لو ان انا عاوز اقول لكم الفترة اللي انا قطعت فيها الاعلاف البط عندي كله نزل في الوزن يعني بحاول بقدر الامكان ان انا عد الفترة دية لغاية بس ما يوصل الاوزان معينة وبعد كده بازن الله هتبعوها على طول معنطش هسيب بقى الا الدكورة والنتهي اللي هي بتطلع الانتاج تمام طبعا الفراغ برضو الفراغ ديت اللي طبعا عندي الفراغ ديت كلها مريحة بيد يعني بشان دلوقتي حاليا ما فيش فراغ عندي بط بيد طبعا الفراغ كلها بتريح بيد عندي في الفترة دية بتبدأ بقى من شهر واحد كده او شهر اتنين تبدأ ان هي طبيت تاني وعاوز اقول لكم برضو ان الاعلاف برضو عليها يعني عليها درجة عالية جدا جدا في انتاج البيض بس طبعا يعني الله المستعان طبعا عاوز اقول لكم برضو ان العلاف البيض تقريبا يعني كان في حد عالي كان بتمانية جنيه ان هو برضو انواع بس طبعا انا بصراحة ما جربتوش لاني برضو انا يعني بحبش اجرب حاجة يعني ما استعملتاش قبل كده فكل حاجة طبعا بحب ان انا استعملها في وقتها يعني وبعد كده اقول لكم عالت تجربة بتاعتي من خلالها طبعا منجحت ولا فشلت ولا هي فاة ايه فما نشعر فلسه وبرضا انا قلتلكم بلاش ان انتو تستعملوا الكزب دلوقتي لغاية برضو لما انا شوف يعني لو تلاقيت وجايب معايا نتيجة وتبطي بدأ ان هو ما شاء الله بدأ ان هو يتقل معايا في الوزن آآ هقول لكم طبعا وهو هوسف لكم او هسيب لكم الاركام بتاعت التلفونات بتاعت المكان ده او الاسم بتاع الشكارة عشان تقدروا ان انتو تجيبوا مناه طبعا بقى البوائي بقى طبعا دي الوجبة التانية معانا اهية طبعا دي بتبقى عبارة عن الدشيشة او العجيارة العجيارة دي عبارة عن كسر الرز او الرز والرده ونسبة من العلف بسيطة جدا وكمان نسبة من الدرس صفرة طبعا دي برددها على النار زي برددها على النار زي الرز بالزبط بحط لها معلقة مالحة وممكن احط لها كمان معلقتين زيب لكي يأكل معي ويشبعه في نفس الوقت يتقل معي في الوزن يعني البط يشد معي اكتر ويأكل معي اكتر طبعا شايفين اها ما شاء الله ربنا يبارك كلها رز يعني حاجة كده جميلة ما شاء الله بدل طبعا ما نروح نشتري الرز الفلبيني او نروح نشتري هو الرز العادي بتاعنا او الرز بسعر قليل طب الشكرة دي جميلة جدا جدا هتلاقي فيها نسبة رز عالية جدا يعني مليانة رز ما شاء الله هتغديها و هتطبخه منها دي الطيور بتاعتك مع اي تزويدة تانية مع شوية بطاطا شوية خضار اي حاجة بقى تانية شوية ببرسم ممكن تدفيهم عندك شوية شوية كزب و شوية الدرة ممكن برضو ان انت تزويدة طبعا الزيادة دي كلها في مصلحة الطيور بتاعتنا في نفس الوقت ان هي يعني البط هيكل وهيشبع وفي نفس الوقت هيتقل معاك اه زي ما شايفين طبعا انا هنا هزوت شوية البرسم هوت عليها عشان برضو البط يأكل معي ويشبع طبعا البرسم ده اتعوز اقول لكم عشان ناس لقيتلي الاسهالات البرسم انا بسيبه باليوم وباليومين قبل ما بقطعه يعني بسيبه يدبل شوية ونسبة المياه اللي فيه والغازات اللي فيه تطلع وبعد كيه ببدأ ان انا اقطعه واكل منه للطيور على طول عشان طبعا الطيور معي برضو ما تتدرش او يحصل لها اي حاجة طبعا علشان الكل اللي احنا بنعمله مايروحش على الفاضي فانت يازم ان تسيبيه شوية ينشف شوية على السطح المدة يومين تلاتة اشتركوا في القناة